عقد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني مؤتمرا صحفيا اعتياديا بشني معلجة إدارات مجلس الدولة لمقترحة نواب المجلس الوطنية لنواب الشعب الصيني وعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري سياسي للشعب الصيني خلال عام 2022 قال المكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة إن إدارات مجلس الدولة تعملت خلال عام 2022 معما مجموعه 8721 مقترحا من نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني و5865 مقترحا من أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني تم تبني ما مجموعه أكثر من 4100 مقترح قدمها نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وأعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني وتم إطلاق ما يقرب من 2100 سياسة وتدبير مرتبط بالمقترحات وفي السنوات الخمس الماضية تم اعتماد أكثر من 18000 مقترح وتم إطلاق أكثر من 7800 سياسة وتدبير مرتبط بها أظهرت البيانات أن تلك المقترحات ساهمت في حل عدد كبير من المشاكل المتعلقة بالإصلاح والتنمية وتوقعات الشعب الملحة وعلى سبيل المثال تزايدت عداد المقترحات التي تلقتها وزارة العلم والتكنولوجيا خلال السنوات الخمس الماضية بأكثر من 20% على نحو سنوي على سبيل المثال قدم ستة نواب بمجلس الوطني لنواب شعب الصيني و287 عدوان في المجلس الوطني للمؤتمر استشاري السياسي لشعب الصيني اقتراحات بشأن تزيد البحوث الأساسية والتي يتمدنها بالنشاط في سيخة الخطة العشرية للبحوث الأساسية في عام 2022 شكلت استثمارات البحوث الأساسية في السن 6.3% من استثمارات البحث وتدوير للمجتمع بأكمله مما دفع إبراز عدد من الإنجازات الرئيسية في مجلات البحوث الأساسية